موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم ووصفات مجربة وناجحة مرحبا بكم في قناتكم ووصفات مجربة وناجحة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم نسمى المعمر بالكفتة والخضر بطريقة جيد سهلة و بسيطة و في متناول الجميع كيف كتشوفو كيجيم قرمش والديد و سهل في التحضير كنتمنى تجربوه هنا لإعجابكم يلا عجبكم الفيديو لا تنسوا تخليوا ليه لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا في جديد فيديوهاتي وبلما نطول عليكم في المقدمة ندزل المكونات وطريقة التحضير على بركتي الله اول حاجة بدوب العجين نحتاج الدقيق الابيض او دقيق الفورس جوز لايف وزلافة فينو شوية سكر سنيدة و شوية الملح و ايضا نحتاج لجوج معالق زيت البلدية و بطبيعة الحال المدى فيه لجمع العجين غادي نجمع العجين ديالي نخلطه اول حاجة هاد نواشف مع بعضهم و نضيف الزيت و غادي نبقى نضيف الماء بالتدريج من بعد ما جمعات العجين ديالي غادي نخليها ترتاح واحد نص ساعة او اكثر و غادي نشكلها على شكل مسيمنات مربعين عاديين لما نطول عليكم في الفيديو فهد طريقة كل شي كيعرف ليها ندزل الحشوة غادي نحتاج البصلة مقطعة فلفلة خضراء مقطعة و ايضا فلفلة حمراء مقطعة و قرعام حكوكة و خيز محكوك و فيرميسيل اولا الشعرية الصينية نقعتها في المطيب نجوج معالق ملق و صبر و المعدنوس زيت و المقطع ثلاثة المعالق ديال الزيت الملح الزعتر ليبزار تحميره و ريقات الرند غادي ناخد مقلة ندير فيها الزيت الزيت البلدية البنات اللي كيبغي يدير الزيت الرومية يديرها و غادي نضيف لها البصلة و الفلفلة حمراء و خضراء و غادي نضيف لهم توابل و نديرهم فوق البوطة على النار متوسطة و نخليهم يتشحرهم ديال و نديرهم فوق البوطة على النار متوسطة و نضيف القرعة خضراء محكوكة و نضيف القرعة خضراء محكوكة هي و خيزه و نبقى مرة 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 نحرك باستقوش نضيف الكفتة ونحركها قليلا لا نجعلها حتى تقصح ونضيف باقي المكونات نضيف الكفتة وخضر نضيف الزيتون والربيع والشعرية الصينية نضيف المكونات نضيف المكونات نضيف المكونات نضيف المكونات نضيف المكونات نضيف المكونات حتى نضيف المكونات نضيف الخديم نضيف المكونات ونسدهم بهالطريقة بطريب دي الففلة حمراء والزيت هنا ونضعهم في صينيات الفرن ونستمر بنفس طريقة حتى نكمل العجين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر